كرمت إدارة مستشفى الفلوجة التعليمي موظفيها المميزين برعاية من دائرة صحة الأنبار للسنة الثانية على التوالي تثميناً لجهودهم المبذولة خلال العام الماضي وأكد مدير مستشفى الفلوجة إياد الندي أن أقصام المستشفى تستقبل آلاف الحالات المرضية شهرياً لسيما بعد إعادة تأهيل المستشفى من قبل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة لافتاً إلى أن هذه المبادرة جاءت لتحفيزهم على العمل وتقديم الخدمات الصحية لأهالي المحافظة هذا إن شاء الله من هذا السنوي للسنة الثانية نكرر المبدعين من الكوادر كافة المستشفى من الأطباء والكوادر الصحية والفنية والهندسية والساندة هذا الإبداع هو شكر وتقدير لهم بطريقة التكريم لحثهم على الإبداع الأكثر والتقديم الخدمة الأفضل لكافة المحتاجين إلى خدمة مستشفى بعد إعادة تأهيل المستشفى وتأثيثها وتوفير الأجهزة الطبية الرصينة والأحدث المناشئ بقى علينا هو بسكل تكريم الإنسان المبدع في هذه المؤسسة كوادر جميلة والتفاتة أجمل من قبل إدارة مستشفى الفلوجة التعليمي العام بتكريم المتميزين من الكوادر الطبية والتعمريضية ومثل ما نعرفه إحنا مهنة الطب هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى من خلال التعامل مع المرضى وقام بواجبهم على أتم وجه وهذه هي أخلاقيات المهنة التي عرفناها ترجمة نانسي قنقر